أيضا القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية هو بالمناسبة الشكلية بقضيتها مكتملة الشكلية بقضيتها مكتملة الاتحادية قالت يعني أكو طحن صار وفق المادة 52 من الدستور أنا حتى من أشكلت على القضية التي أنا مريت بها قالت ما مرت على 52 من الدستور فمشت الإجراءات الشكلية مالتها صحيحة الإجراءات الموضوعية سبق أن تم النظر بيها سبق أن تم النظر بيها وكتسبت قرارات يعني رشح قبل يعني بعد تصريحات اللي بقنواتها السابقة هو رشح قبل ودخل الانتخابات واستمر عضو مجلس نواب وأيضا بما يتعلق بشهادة انقبل ترشيحها راح قدم شهادة مالتها راح قدمها بالهيئة التمييزية القضائية الانتخابات حتى يصبح عندك صورة الاتحادية ما مسؤولة عن نظر بالانتخابات اللي ينظر بالانتخابات المفوضية للانتخابات والقرار التي تأخذها المفوضية تنظر بيه الهيئة التمييزية القضائية اتمنى